موسيقى الحياة الثقافية تتطور في سوريا وبدأنا نستقبل وفود أجنبية وشخصيات عالمية في مجال الموسيقى والفن وكافة الصنوف الأخرى طبعا هذا حقيقي وهذا يعني مؤداة مسألة واحدة أن سوريا كانت عبر كل السنوات التي مضت ترد على الإرهاب والقتل والدمار وقطع الرؤوس بالحب والموسيقى والفن الذي يبقى دائما هو المنارة الأخيرة لتطلعات المرء وقعنا اتفاقية رسمية مع رهبنة الحراس الأرض المقدسة في إيطاليا لتفعيل آلة الأورغان آلة الأورغان اليوم هي آلة انوجدت في الكنائس ثم انتقلت لتكون بدور الأوبرا وتكون متناول الاستماع خارج الكنيسة ونحن اليوم نفتخر بسوريا أنه نملك أهم آلة أورغان من أهم آلات الأورغان موجودة في العالم المهرجان هدفوا اليوم إظهار قدرات هذه الآلة الموسيقية المهمة جدا واللي إلى تاريخ كتير كبير يعود لأقدم الآلات الموسيقية وإنشاء صف لآلة الأورغان في سوريا ننظموا هذا المهرجان للسنة الثانية مشاركة مع كل الموسيقيين والعازفين هنا في سوريا وتشجيع المهرجان بدأنا في دماشق للسنة الثانية وإن شاء الله السنة الجائية تكون في حلب واللادية